هال بدأ جيدا وانتهى جيدا الهدف الاول في الدقيقة السابعة عن طريق الارجنتيني اكويرو اثر المساعدة من مواطنه زاباليتا ثم بعد ذلك في الدقيقة الحدي عشرة جيكو يحرز الهدف الثاني الممتاز بتمرير من دافيد سيلفا وعاد للمباراة فريق هال سيتي بسبب اخطاء المدافع الفرنسي الجديد منغالا اولا احرز في شباكه بالخطأ هدفا اثر كرة رأسية ثم تسبب في ركلة الجزاء التي تصدى لها الارجوياني هابانديز واحرز هدف التعادل الثاني لينتهي الشوط الاول بهدفين من الجانبين لكن في الشوط الثاني وفي النصف الثاني من الشوط الثاني ينجح منشستر سيتي في استعادة زمان وراه تمريرا من دافيد سيلفا واجيكو يحرز الهدف الثالث للسيتزينز في الدقيقة الثامنة والستين ثم تمريرا من اسبري الكويتا الى فرانك لامبارد او من زبالتا عفوا من زبالتا الى فرانك لامبارد يحرز الهدف الرابع حتى خاص سبع ثمانين ولامبارد يواصل تهديد